سيطرتها على يعني على صحيح يمكن يكون القرار في مجلس الوزراء يخرج بكامل عنفوان وقوة لكن ما يخرج من الباب حتى يبدأ يترنح إلى أن يموت في العمل التنفيذي اليوم يعني حاجة بات الظاهر يعني هشوف أقول لك أنا يمكن في الحلقة الفاتتة تكلمنا على أنه محتاجين لفكرة شاملة لفكرة وطنية شاملة متكاملة سياسية ثقافية اجتماعية جوزء من هذه الفكرة السياسات المالية يعني أنا ما بقدر أتكلم على أنه أنا أطلع لي سياسات مالية متجزئة كان مركزيا كانت تحاديا ضرائب جمارك رسوم تحصيل جباية رسوم على الولايات المحليات غير وكذا التنافسية العالمية الآن يعني بتقتضي أنه نعمل بمفهوم رؤية استراتيجية شاملة حول السياسات المالية لأنه في النهاية تراكم الرسوم بيعمل لك نسبة قد تصل لخمسين في مئة وستهل مئة غيرك على وشك الأضغط قد يكون رسومه كل خمسة في المئة فما ما حنافسناه ما في حماية لذلك أنا أفتكر أنه إحنا جوزء من ترتيباتنا الاستراتيجية أن نصل لرؤية حول السياسة المالية تكون فيها تعد من منظور عالم حتى النافذ ديغا نحتاجنه نلغي أنا رأيي الآن في على سبيل المثال استراتيجية نور آسيا قايمة على مبدأ بسيط جدا أنه خمسة في المئة أحسن من خمسين في المئة خمسة في المئة لأنه خمسة في المئة من إنتاج تريليون دولار بتعمل لك مبلغ أحسن من خمسة في المئة من تصديك الميراد وزي صادراتنا الآن لما نزيد الانتاج وأنا أتكلم عن السودان أتكلم عن جوزء من غزاء العالم اللي قد يصل إلى مئة مئتين بليون دولار أحسن نحط خمسة في المئة هتعمل لي داخلي هفضل جدا من خمسين في المئة اللي يتكبل انتابه يتكبل مصانع الشرية للناس وغيره كده إذن أيضا هي الرؤية الشاملة هي الطريقة الصحيح عشان نوقف مثل هذا الارتباه في السياسات المالية وغيره على هذا